اشتباكات دائرة في مخيم اليارموك بشكل خاص وآخر اشتباكات دمشق وريفها بشكل نعم نعم السلام عليكم لازال القصر متواصل على احياء دمشق الجنوبية وخاصة على حجر أسود والعستالي ومخيم اليارموك الذي تجدد فيه الاشتباكات منذ قليل على مدخل المخيم في محيط قسم اليارموك وسقوط قذيفة في شارع الفناثين واستخدام للرشاشات وقفائف البيع عشر من قبل كتاب الأسد وعيضا فجر اليوم شهد حي ركم الدين اشتباكات بين الجيش الحر وكتاب الأسد وهذه الليلة بمحيط مطار دمشق الدولي قامت قوة من المخابرات الجوية بإطلاق النار بغزارة باتجاه مجموعة للأمن العسكري لظنهم انهم من الجيش الحر فقتلتهم جميعا وبعدها دخل الجيش الحر وأخذ السلاح الذي كان بحوز الدورية للأمن العسكري وانسحبه من بين المجموعتين بهدوء في عين ترمى اشتباكات عنيفة تدور الآن بين أبطال الجيش الحر وكتاب الأسد على طول المتحلق الجنوبي من محور مدخل البدة وسماع صوات إطلاق نار الآن بوضوح في الغوطة الشرقية أيضا في الغوطة الشرقية لم يبقى سلاح إلا واستعملته كتاب الأسد في القصف واليوم تشهد عربين وبيت سحم وعين ترمى والمليحة الآن تشهد أعلى في القصف تشهد قصف عنيفة ذلك اليوم الأشرية على التوالي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط إدارة الدفاع الجوي في ملدة يعني منذ قليل حاولت اقتحام من جهة المنازل المدنيين لكن الجيش الحر الحمد لله سدى هذا الاقتحام ولا زال الجيش الحر يحاصر إدارة الدفاع الجوي وتجمع الشبيحة في تاميكو واشتداد القصف أيضا على مدينة الدارية وذلك براجمات الصواريخ والمفعية الثقيلة يعني من مقر سرايا الصراع ومحاولات مستمرة لكتاب الأسد اقتحامها بالدبابات منذ الصباح الباكر واشتباكات عنيفة تدور على أطراف مدينة الدارية بتزامن مع وصول تعزيزات الصباح اليوم ومما أدى لسقوط الشهيد نبيل الصاريخ وعشرات الجرحة أيضا في المعظمية بعدما زرت أمس تشهد الآن قصف مدفعي وصاروخي على المدينة شامل إخباري حدثتنا من دمشق شكرا 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 شكرا